في نهاية الناس والسن والسلام والسلام وان جد امين كما نسمع اليوم في القسول من سان ماتيو المسكس الناس من الناس هو الناس سراج الجسد هو العين إذا كانت الناس جيدا فالناس ستكون جيدا ستكون جميلة فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا فجسدك كله يكون نيرا الناس من الناس هو الناس اليوم هو الأولى من المتحدث ونحن نسمعه المترجم الناس أحد الكنوس أين هتون المترجمات؟ ونبدأ نحن نعلم أنه ربعا في نهضة في الروح في نهضة المترجم الناس أين أحضر أو أحضر أو أحضر أحضر كما يمكن في هذا المترجم الناس سيستمرني باقي السنة عشان كده نسمي فترة السيام عشان كده نسمي فترة السيام الكبير كده متعودين عليها فترة الخزين الروحي نبتدي نخزن 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 روحيات أزمات شئاز وكان هي اللي هنتعود عليها وهي اللي هتمشينا طول السنة بلاش نعمل زي كما لكو من عادة بنيجي الكنيسة ونمشي السيام يجي والسيام يمشي لو عدنا كده كم سيام عد علينا سمنا كم مرة في حياتنا اللي عنده مثلاً أربعين سنة هيقول لي يعني صمت بتاع عشرين مرة اللي عنده خمسين سنة يقول صمت مثلاً تلاتين مرة اللي عنده ستين سنة يقول صمت مثلاً أربعين مرة سيام كبير إذا تحصلت أحد عدد في هذا كل مرة تحصلت أحد تحصلت أحد عدد لو احنا اكتسبنا فضيلة واحدة في خلال عدد السيامات اللي احنا سمناها لحد النهاردة اللي عنده ستين سنة المفروض يبقى يكون راجل قديس وينزل زيت وناخد منه بركة لأنه طول أربعين سنة اكتسب فضيلة واحدة فضيلة واحدة نحن نبدأ كل سيام كل رغم لنحن نتعام نفر شخص نحن نتعام نفر صلح إيمان وداء نحن نحن نظر اعطي فضيلة مفروض تحديد نفسها في كل سيام كل التقوية تحديد نفسها في الحياة ستعيد نفسك الأول لتحصل لذلك و الله يجب أن يساعد كل النار حالها حالها ليس حاله حالها وحالها حالها فإن الله يكافئ كل واحدة على حسب تعبوا وعملوا ليس أن الله يقول لك نجحت ولا أن نجحت بس يا ربنا يقول لك تعبت معي ولا لا جاهدت ولا لا هسندك بعمل النعمة so the church want to emphasize to us and insist for us and press for us listen you want to start your holy land you start to gain virtue first of all watch your eyes the lamb of the body as it came in verse 22 the lamb of the body is the eye therefore if your eye is good everything will be good if your eye evil everything will be evil so today if I want to press about the eye if we look at the psalm psalm 13 verse 3 يقول ايه وكلنا حفظين الاية ديت انظر واستجب لي يا رب الهي انر عيني لقل ايه لقل انام نوم الموت ما هي المشكلة في الاي if my eye is good i will come to the resurrection of the life my eye is bad i will go to the condemnation the condemnation life حيات الدينون consider consider and hear me o lord my god enlighten my eyes least i sleep the sleep of death so it's mean if my eyes close or my eyes sleeping spiritual sleeping that's the sleeping of the death نوم الموت الموت is not departure or traveling or go to the heaven mort there is no death for your servants but a departure but what about if the servant closing his eyes and he is insisting to sleep the sleep of death نوم الموت عايز ينام نوم الموت مريح في الخط مش عايز يبتدي السيام ولا he doesn't wanna practice the length or practice any virtues وخلاص so أصلي ربنا let's all today let's practice today let's نهارد في القدس during the liturgy today اطلب من ربنا seek his mercies and tell him please lord open my eyes least i sleep the sleep of death أصلي ربنا كده ونواء فأقول أنر عيني يا ربي لألا أنام نوم الموت لأن لو أنا شغال طول الصيام وانا لسه باشتن وانا لسه بدين وانا لسه زعلان وانا لسه بتخانئ وانا لسه بيدور على الفلوس وانا بدور على فلان يعني honored مي ولا لأ وفلان بصلي بعين الشمال ولا عين اليمين الأول ولا فلان بصلي من فوق لتحت ولا 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 لا مش هيبقى صيام أنا العيني in the beginning of the 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 lint I pray please lord open my eyes as as in the book of revelation chapter 3 verse 17 يقولك خد بالك بقى حبيبي اوعد اوعد تبقى ايه اوعد تكون مخدوع don't deceive yourself for because you or me I say I am rich have become wealthy and have need of nothing and do not know that you are rich miscarble poor blind and naked خد بالك وعد كنت تقول ايه انا كويست انا حلو انا بعمل اي يعني اه بروح الشغل وارجع من الشغل واللي يدوس لي على طرف بديله طرفين اللي يكتب فيي ايميل 14 ايميل اللي ريبورت مي ريبورت وهم يعني انا 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 انو this is not a lint, this is not a fast watch if if the light on you is dark so again I say to God open my eyes least I sleep the sleeping of death open my eyes open my eyes for what please Lord open my eyes for what Psalm 119 verse 18 open my eyes that I may see wonders things from your law if you are a Lord open my eyes for what I fear God would you say that it's not a fair we say that it's not a fair 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 every time I read the Bible please Lord open my eyes to see your law احملوا نيري لأن نيري خفيف وحملي وحملي هاين وصايا ربنا هاينة وصايا ربنا حلوة وصايا ربنا خفيفة بس أصلي عشان ربنا يديني الابلتي إن أنا أشوف يا رب أبن مي آيز يا رب لأرى كمانمين أشوف شريعتك من خلال الصلاة when I start to pray I start to pray usually we pray same like a like first grade or kindergarten at the end of the day أبقى تعبان our father who art in heaven ودن تم صلي وأقول Lord open my eyes so I can pray to you أنر يا رب عنايا عشان عرف أصلي لك open my eyes open my eyes to read your word إحنا بنارى الإنجيل أول ما نفتح الإنجيل في البدء في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله يا صباح مش معي النظارة مع عندك ما بتلبش نظارة بس هو أول ما تفتح الإنجيل مش معي النظارة وتدور عن النظارة how many of us how many of us reading the bible every day خد بالك الله عارفين فيسبوك مش اسمه فيسبوك اسمه فيسبوك صح اسمه فيسبوك وراء باوت لو أنا حطيت between فيسبوك حطيت زا فيس ذا إيه بوك face the book بدل فيسبوك تمت face the book which book the book ده أول كتاب اللي يقول عليه الكتاب المقدس face face the book أنا رعينا يا رب لأنام معهم الموت face the book تبصوا كده إيه رأيوك لو بصيتوا لللمبة كده look at the lamp for two minutes لا two minutes كتير one minute ها يلا غمض عينك كده شايف ايه لامب صح شفتها look at the light close your eyes will see the lamp blinking right طبما و same thing if I look at the book لو أنا شفت كلمة ربنا وأرد كلمة ربنا كل ما أتعامل مع الناس هتعامل من خلالهم مش من خلال الظلمة هتخالق هتعامل من خلالهم من خلالهم مع كلمة ربنا I will deal with everyone of the daily life I will deal through the bible please close the face book and open the the book face the book close the face book and face the book يبقى 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 open my eyes that I may see wonders from your law open my eyes open my eyes to see my sin ما هو أنا بعمل إيه غلط ورام دون رنك I'm not doing anything wrong I'm okay أنا بروح الشغل وارجع واكل واشرب ونام طب what's different that's sin what's different between you and the not believers what's different if you practice the same daily life like the others who doesn't believe in Christ so what's different that's a sin so pray every day open my eyes to see my to see my sin what's a sin I have maybe I judge people without notice maybe I hate people without notice maybe I I have bad thoughts and I say that's what I gonna do it comes to me something comes across or while I'm looking at the phone something comes across and what I gotta do it came across out of my hand sin unless unless you read the Bible and the Bible enlighten your thoughts and enlighten your eyes you're not gonna notice it's a sin so open my eyes to see my sin open my eyes to see who's who's helping me please Lord open my eyes to see who's helping me as as in the book of Hebrews the epistle of Saint Paul to Hebrews chapter 12 verse 1 open my eyes to see who are surrounded by a great cloud of witness as we sit in the church right now we see all the saints around us open my eyes to live their life please Lord open my eyes the lamb of the the lamb of the body is your eyes siragul gasad huwa huwa aynak abtedi bissiyam 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 al-kibir dil wati bittathheer al-ayn filter your eyes filter your eyes so you can continue the whole the whole light so so far I need to pray to open my eyes to see his commandment to see his law open my eyes to see my sin open my Lord open my eyes to see the great multitudes surrounding me I'm protected by the angels the guardian angels open my eyes oh Lord to see your glory every time we come to the liturgy we say after we start the the faithful the liturgy of the faithful we say holy 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 lord of hosts heaven and earth of your glory and anna please Lord open my eyes to see your glory to see I can I can praise with the cherubim and the seraphim open my eyes to see the virtue of the others as in the book of John chapter 7 24 it says open my eyes to see what's the meaning what he meant to buy why is this lady or this man dealing with me like that open my eyes oh Lord to see and it says here do not judge according to the appearance but judge with righteousness with righteous judgment and in Luke chapter 6 verse 42 he says how can you say to your brother let me remove the that is in your eye when yourself do not see the that in your own eye طم أنر عيني يا ربي عشان أشوف القز أو الخش اللي في عين قبل ما شوف خطايا الأخرين أشوف خطيتي أنا الأول open my eyes oh Lord open my eyes oh Lord to see the heaven كلنا هنا we looking for the heavenly Jerusalem we looking for the eternal life open my eyes oh Lord to see the heaven the lamb of the body is your eyes سراج الجسد هو العين started a holy lint started a great lint with filtering your eyes open my eyes or enlighten my eyes oh Lord for not to sleep the sleep of death through prayers through wonders through open my eyes to see heaven open my eyes to see my sin open my eyes to see virtues of the others open my eyes if we open the eyes if the Lord open the eyes and we started a great lint we back to the psalm of the gospel today the psalm today is very very clear but you are not going to feel the psalm unless you have an open eyes what the psalm says to you O Lord I lift my soul your eyes is lighting your heart is enlightening now you lift your heart open my eyes O Lord to lift up my soul O my God I trust in you do you trust in him if you open your eyes you will trust in him let me not be ashamed show me your your ways if you have an open eyes you will know the way O Lord teach me your paths during the Lent teach me your paths during the Lent open my eyes to see your ways O Lord to whom is the glory due forever and ever Amen